كشف الإعلام رضوان الرمداني ساخران مقادير تميمة كأس إفريقيا للمحليين المقامة في الجزائر ونشر الرمداني صورة لتميمة كأس إفريقيا للمحليين وأرفقها بتدوينة جاء فيها المقادير ديالها التميمة قبيسة ديالتبون شوية ديالشانغريحم حكوك طريف صغير من العمامر وأضاف رضوان الرمداني في ذات التدوينة ندوز هاد المقادير في الخلاط الكهربائي ومن بعد ندردروهم شوية ديالحافي الدراجي ونحطوهم في عافية مهيلة شهية طيبة هذا وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا لللاعبين المحليين اليوم الخميس عن تميمة المنافسة التي ستحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة من 13 يناير إلى الرابع من شهر فبراير المقبلين وأطلق على تميمة هذا العرس الإفريقي لقب قبطان تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة لللاعب الدول المغربي نصير مزراوي وهو يؤدي مناسك العمراء واستغل لاعب بايرن ميونيخ الألماني توقف البطولة الألمانية التي من المقرر أن تعود إلى نشاطها بداية العام القادم وأدى مناسك عمرته بالديار المقدسة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه رفقة أسود الأطلاص في كأس العالم قطر 2022 ونشر الدول المغربي نصير مزراوي صورة له بحسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام وأرفقها بتعليق جاء فيها أجمل مكان في العالم مبارك أن أكون هنا وأن أكون قادران على تجربة هذه العمراء تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وتفاعل عدد من المتابعين لحساب مزراوي على الأنستغرام مع صورته وتمنوا له عمرة مقبولة نقل الفنان المغربي محمد الغاوي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة الرباط بعد تعرضه لنزيف داخلي في الموخ وكشفت مصادر أن الحالة الصحية للفنان محمد الغاوي خطيرا حيث تعرض لغيبوبة تامة وهو الآن يجري عملية جراحية دقيقة بالمستشفى العسكري بالرباط وتداول العديد من الفنانين المغاربة وكذا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير الخبر متمنين له الشفاء العاجل هذا وكان آخر ظهور للفنان محمد الغاوي خلال جنازة المخرج الراحل محمد عاطفي تلقى زكريا أبو خلال لاعب المنتخب الوطني المغربي رسالة تهنئة من الملك محمد السادس مثل زملائه في المنتخب المغربي بعد الأداء الجيد الذي قدمه في نهائيات كأس العالم قطر الفين واثنين وعشرين وقال الملك محمد السادس في رسالة تهنئة لأبو خلال يطيب لنا أن نتوجه إليك بأحر تهانئنا على المصار المتألق الذي حققته مع فريقنا الوطني خلال نهائيات كأس العالم الفين واثنين وعشرين التي احتضنتها دولة قطر الشقيقاء ببلوغ الدور النصف النهائي واحتلال المركز الرابع في هذه التظاهر الكروية العالمية وأضاف جلالة الملك نود بهذه المناسبة أن نشيد بمساهمتك المتميزة في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي الكبير وسيحتفظ التاريخ بالهدف الرائع الذي سجلته في المباراة الثانية أمام المنتخب البلجيكي والذي فتح باب التأهل أمام منتخبنا الوطني وتابع الملك كما نعرب لك عن تقديرنا لما تتحلى به من التزام وانضباط ومن تشبت واعتزاز بالانتماء لبلدك المغرب وحرص على تمتيله في المنافسات الدولية فضلاً عما تتوفر عليه من مؤهلات تقنية وما تتميز به من احترافية وتنافسية تفتح أمامك آفاقاً واسعة للمزيد من التألق والعطاء واختتم الملك محمد السادس رسالة تهنئته إنا لنعبر لك عن سابق عطفنا وموصول رضانا داعينا الله تعالى أن يلهمك موصول التوفيق في مصارك الرياضي تداولت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن والدة لاعب المنتخب المغربي سفيان بوفالة قد وافتها المنية اليوم الاثنين سادس وعشرون دجنبر الجاري مما أتار حالة من الجدل والحزن الشديد ونفت مصادر مطلعة الخبر المتداول بشكل مفاجئ موضحة أنه عار من الصحة هذا ونشر عادي البوفالة صورة حديثة للأم الفاضلة التي خطفت الأنظار رفقة ابنها سفيان بوفال في قطار عبر خاصية سوري على حسابه الخاص بالانستغرام وعلق عليها قائلان الحمد لله إنها بخير ويبقى السؤال عن سبب نشر هذه الإشاعات في هذا الضرف بالذاتة في الوقت الذي بصم فيه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدام على مستوى راقي خلال مشاركتهم في مونديال قطار الفين واثنين وعشرين حسم قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكوش اليوم الخميس في قضية طلاق الفنانة دونيا باطمة من زوجها محمد تورك وقررت هيئة الحكومة طلاق الفنانة المغربية من زوجها البحريني مع منحها حق حضانة بناتها أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بمراكوش المواطن البحريني محمد تورك زوج الفنانة المغربية دونيا باطمة بتلاتة أشهر حبسا نافدان وغرام ماليا قدرها ثلاثة آلاف درهام فيما أدانت الشابة وصالة بتلاتة أشهر حبسا نافدان وغرام ماليا قدرها ثلاثة آلاف درهام والشاب عبد المغيت بتلاتة أشهر حبسان موقوف التنفيذ وغرام ماليا قدرها ألفين درهام خرجت شقيقة اللاعب المغربي أشرف حكيمي عن صمتها وذلك بعد انتشار خبر خطوبتها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ونفت وداد حكيمي خبر خطوبتها من خلال تدوينة نشرتها عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام والتي جاء فيها الخبر كاذب ليس حفل خطوبتي وأضافت وداد موضحتان انتشر خبر خطوبتي الأمر للا أساس له من الصحة الوالدة ديالي أقامت احتفال خاص بالعائلة والأقارب على شرف الإنجاز لقاموا به أسود الأطلس في مونديع القطار وختمت وداد كانت فرصة للمي الشمل مع العائلة في القصر الكبير هذا ما كان وشكرا بزاف على تعليقاتكم كاملين لي وعائلتي أحبكم